الزملاء الأعزاء والأصدقاء في كل مكان والإخوة والأخوات بنحييكم بكل تحية بتحبوها صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل زمان وفي كل مكان وفي كل كوكب وفي كل مجرة إلى آخره إلى آخره إلى آخره طبعا بتمنلكم إن شاء الله يعني حياة سعيدة هانئة هينما كنتم وحيثما كنتم إن شاء الله موضوع النهاردة هو موضوع يعني رؤية على عدد الأبعاد اللي بتكون موجودة داخل الإنسان زي وزيكم إلى آخره وزي الآخرين إنهم عملوا وقبلوا بلاءات حسنة في حياتهم على الكوكب الأرضي قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى طبعا أنا بشكر الأستاذة آيابو زينب في تحضير العرض الشرائحي معي وحشرح لكم الصورة دي إذا أنا رسمتها برضك الإسبوع الماضي عن هؤلاء الأشخاص اللي موجودين في الصورة ونبدأ الحلقة معكم إن شاء الله فاتفضى خمسة لخمسة الأبعاد السبعة عشر الإنسان الحلقة العشرين يعني بأننا دلوقتي عشرين أسبوع في حلقات فاتفضى خمسة لخمسة أنا في يوم تسعة وعشرين اتناشر عام 2010 جات لي فكرة كده زي الأفكار ما بتيجي لكل الشباب حبيت إن أكتبها والفكرة دي جات لي في الصباح كان يوم الأربع الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة وكتبتها في هذا الوقت علشان كم بعد الإنسان نتوقعه دايما نعرفين إن الأبعاد اللي احنا فهمينها الإنسان أو المادة هم أربع أبعاد الطول والعرض والارتفاع بيضاف إليه عنصر أو بعد الزمن اللي هو ما نقدرش نرسمه ما نقدرش نحدده إلا بالتوقيت لكن الأبعاد المترسمة بالطول والعرض والارتفاع فرجعتها مرة تانية يوم تمانية وعشرين أربعة يعني ألفين وواحد وعشرين حولتها من سبعة أبعاد إلى سبعتاشر بعض سبعة أبعاد سبعتاشر بعض ودي تختلف عن نظرية اللي هو مايرز وبريجز اللي هو مايرز وبريجز اللي ما عاملنا عن أنواع الإنسان ما عاملنا نظرية أخرى فيها ستتاشر نوع من أنواع الإنسان ولها معادلة كده مختلف بس دي بتختلف عندي ونثمنى لو إحنا تقلنا مرة تانية في تمانية وعشرين إبريل عام الفين واحد وثلاثين ممكن تتبقى سبعة وثلاثين أو سبعة وعشرين أو سبعة واربعين أو سبعة وخمسين بعد نكتشفهم مرة أخرى عندما نستقرأ أو نفهم أبعاد النفس البشرية اللي إحنا إليها بتعيش بنا جانباتنا طيب دي بنكلم على أرواح الخلائق كلهم أول بعد با تبدأ حياة الخلائق ببعدين اتنين تلتقيان عموديا عند نقطة الارتجاز في الوسط عموديا واحد أفقي واحد رأسي واحد أفقي واحد رأسي البعد الأول هو البعد الرأسي اللي بيمثل إيه؟ يمثل النمو الفكري والعقلي أول بعد من أبعاد الإنسان اللي هو البعد العقلي والفكري وده بعد رأسي البعد الثاني هو بعد أفقي وده يمثل النمو الجسدي والعضوي الإنسان ولابد لهدين البعدين أن ينميان يعني أنت لابد تنمي عقلك ومخك وفكرك وجسدك ما نبقاش ولا مؤخذة زي ولا مؤخذة يعني زي ولا مؤخذة يعني زي الأنعام بتنمي جسدها لابد ننمي الفكر والعقل زائد الجسد ولابد لهدين البعدين أن ينميان ففق نموس الحياة الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى بالتقائهما عموديا في مركز حياة الخلق علشان لو التقوا حيمتقوا البعد التالي للإنسان يعني لما يلتقي البعد الرأسي بتاع العقلي والأفق بتاع الجسدي في مركز الارتكاز حيدونا البعد التالي البعد التالي ده بيعمل إيه هو قدرة المخلوق على البقاء والعيش بيحافظ على نفسه في مجتمعات وقدرته على تغيير مصار حياته وفق الأخطار والخطط التي يريدها المجتمع وكذلك قدرة هذا المخلوق اللي هو أنا والحيوانات لأينا بالذات يعني على التزاوج والتناسل والتكاثر لأنني مش حنستمر إلا ما نتكاثر وهذا ما تقوم بيكافة المخلوقات الحيواتية وبالتالي البعد التالت هو قدرتنا على التعايش في مجتمعات ومجابات الأخطار والتكاثر والتناسل إذا التقى البعد الأفقي مع البعد الرأس وبعندنا دول أول ثلاث أبعاد ودول بيحصلوا لكل مخلوق قلق الله سبحانه وتعالى حتى الحشرات حتى التير والأسماك والحيوانات إلى آخر أما البعد الرابع عندنا في رسالة واضحة جدا 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 لكل وعد فينا مهما كان عمره أو سنه أو عمرها أو سنها عادي شخص عادي زي وزيكم الشخص ده آمن أو آمنت بعقلتها ومن أجلها قدمت حياتها من أجل عقلتها للدفاع عن العقلتها فلم تستطيع هي شخصيا أو هو شخصيا إحداث التغيير المجتمعي المنشود في وقت حياتها فالحسد حصل التغيير بعد ما مات وأنا حدر ثلاث أمثلة والبعد الرابع ثلاث أمثلة البعد الأول المثل الأول هو الغلام غلام سلوة البروج غلام سلوة البروج الغلام يعني أقل من 15 سنة لم يبلغوا الحلم بعد الغلام في اللغة العربية هو والطفل والطفل الذي لما يبلغ الحلم اللي وقف قدام الملك وأصر إن الملك يقتله بعد ما أمر الملك بقتله وبعد ما قتل الغلام الغلام ما دون ما دون سن قلب الأول القصة التانية حصلت مع فتية إنهم فتية آمانوا بربهم وزدناهم ودى الفتية دون آموا برضك واعتزلوا المجتمع وذهبوا للكهف لما أنتم بتقرر صورة الكهف في كل يوم جمعة أو في أوقات مختلفة وبعد ما ناموا لمدة أكثر من 300 سنة ربنا بعثهم مرة أخرى عشان يآمن بيهم مش نفس الجيل بتاعهم لا أجيال بعدهم بعد ما ماتوا يآمنوا بالرسالة بتاعتهم ويخلدوهم تخليد أبدي في القرآن الكريم والقصة التالتة برضك لأمرأة هي معشطة ابنة آل فرعون اللي هي أمنت بموسى عليه السلام وأمنت برب موسى عليه السلام ولما فرعون حب يغير لها دينها يقول لا يعني إيه لأنها خلاص تمسك الإيمان في قلبها فعلشان يفتنها معشطة ابنة فرعون دي خد أطفالها واحد واحد رماهم في الزيت المغلي علشان تخرج عند دينها فرفضت كان معانا طفل رضيع والطفل رضيع لما لقاها خايفة من أن تلقى في الزيت المغلي قال لا يا أمي لا بأس عليك فطلبت من فرعون حاجة واحدة بس فرعون افتكر أنها حترجع والتوب ليه هو وتعتبر أنه هو الإله بتاعها قالت له أنا لما أموت وترميني في الزيت المغلي أرجوك أنك تحطيني في نفس القبر مع أولادي وتحددته حتى في طريقة المغلي بتاعها يبقى غلام سورة البروج تحدى الملك في طريقة المغلي بتاعته وامرأة وماشطة ابنة في العور تحدد الملك في طريقة المغلي بتاعها وطبعا اللي قال عن القصة دي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرج به أو عرج به إلى السماوات العلا في الجنة شم ريحة جميلة جدا فسأل سيدنا جبري قال له ما رائحة هذا قال له هذا قبر ماشطة ابنة آلة فرعون وحكاله القصة بدعيتها يبقى ثلاثة دول ناس عاديين جدا طفل ما دون الخمسة عشرة ولا ما دون خمسة عشرة وفتية آمنوا بربهم في سورة الكهف وماشطة امرأة لها من الأطفال أربعة أو خمسة أو ستة ممكن نيبقى زيهم لأن دول ما فهمش أي عجاز إلا أنهم آمنوا وتمسكوا بالإيمان يبقى ده البعد الرابع البعد الرابع اللي منتكلم عنه نضيف ليهم كمان من ناس تاني ونضيفهم إيه أنهم أثروا في المجتمع بعد ما ماته نضيف ليهم مؤمن سورة ياسين مؤمن آل فرعون وصحرة فرعون كلهم أثروا عملوا تأثير إيجابي في المجتمع بعد ما ستبهش هذا مش في حياته البعد الخامس ده مش عنده كل مخلوق ودي قدرة بتعطى لبعض القيادات في المجتمع من البشر زيه وزيكه إلى آخرة وبيستطيعوا يعملوا تغيير مجتمع داخل مثل هذه الأماكن ما هياش قدرة خارقة بيكتهدوا 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 عشان بيصبحوا مستحين اجتماعيين وأنا حسكت منهم ستة أو سبعة أو تمانية منهم مهاتمة غندي واتشي جفارة مارتن نوثر كينج علي عزة بيجوفيتش أوثمان دانفوديو نيل شمانديلا سيمون بليفار مالكوم إكس لو مالك شاباز الناس دي عملت تغيير مجتمعي في مجتمعاتها لأنها أصرت من خلال إيمانها المجتمعي بقيامها وبرسالتها لأنها تحدث هذا التغيير منهم من استطاع أن يبني مجتمع حتى اسم كده لمؤسس الشيوعية والماركسية أكان ماركس لكن هذه التغييرات المجتمعية لم تستمر لمئات أو ألاف السنين كما سنذكر فيما بعد لكن أحدثوا تغييرات مجتمعية ليجابية البعد دي السورة اللي أنا بكلم عنها والشباب اللي بتفرجوا على الفيسبوك هبعط لهم الرابط ده بتاع اليوتيوب بعدين الصورة دي بتمثل الشخص اللي أنا اللي أنتو شاهفينه في الإعلان اللي هو شخص زيه وزيكم عنده سبع ثمن عشر خمستاشر بعد سبعتاشر بعد تسع أبعاد إلى آخر على حسن ما بينمي ينمي روحه الداخلية داخل نفسه الخبيئة بين جنباتي أو داخل نفسها الخبيئة بين جنباتي بتلاقي مرة طالع كده ومرة طالع كده إلى آخر لابد إحنا نكتشف أسرار الموجودة في أغوار أنفسنا التي بين جنباتنا لأننا مش عارفين نكتشف مش عارفين حد يجي لأننا نكتشفها لكم فدي الصورة بتعبر عن هذا هذه هدي الشخصيات اللي هي داخل نفس نفس البشرية البعد السادس هو إيه بقى ربنا بيعطيه لبعض العباد المخلصين من الزهد والعباد والمتنسكين اللي هما بيعزلوا نفسهم فيرتبطوا بالله ربات وثيق فيجعلهم من الله سبحانه وتعالى ممن نعرف عنهم بالعارفين يا بالله زي ما أخونا الصوفية بيأمنوا بيها ليس مدعي المعارفة بالله لكنهم فعلا عارفين يا بالله فربنا بيفتح بهم فتوحات وبيريهم كشفات كثيرة جدا ده نوع من أنواع يعني مثلا مرة من مرات أعتقد سيدنا الإمام حسن البصري في أحد المساجد إما الإمام حسن البصري أو غيره فكانت جالس في المسجد وكان فيه قحط شديد جدا وهو جالس كده يعني مختبئ فيه مش مختبئ يعني ديني يا ظلام بالليل فدخل يعني رجل ليس له قامة ولا قيمة رس الملابس يعني شكله غريب وفقير وكذا يعني فدعى دعاء بسيط جدا تمنى على الله بنزول المطر فنزل المطر على طول فطبعا سيدنا الحسن البصري لو كانت المسجد مش فكري الاسم للإمام مشي وراي يتفقد هو راح فين فدل يمشي في الحواري وراي يمين شمال يمين شمال يمين لغاية ما وصل للبيت اللي هو وصل فيه وسأل صاحب البيت ده قال له أنا عايز العبد كذا وقد ده أنا مواصفة أنا عبد ده ما بيجيبش خير ولا أي شيء وما بيجيبش عمل أي حاجة قال له بس أنا عايزه حاشتري منه فلما اشتريه منه سأله قال له بالله عليك الدعاء قال له هل سمعتني قال له نعم سمعتك قال له فدعا ربنا سبحانه دعوة مرة تانية في نفس الليلة أن الله يقبضه لأنه كشف سر هذا هو العارف بالله العارف بالله مش اللي يمين ش في زفة يال بالسرطور أو بيبس أو بيبس مرقعة أو بيبس أخضر وأحمر وأصفر لا ده العارف بالله اللي هو متصل بالله فياخذ من الله الفتوحات الربانية اللي بيربنا بيكشف له بيها كشفات ربانية ليه لأن الصلة بقيت بينه وبين الله واضحة ومستوى الشفافية بينه من ربنا عالي جدا ده البعد إيه السادس البعد السابع كان رغبة من أحد الأنبياء بأن يجعل أحد الأقارب ليه نبي يساعده اللي هو سيدنا موسى عليه السلام لأن كان سيدنا موسى حصل له حدثة وهو طفل صغير وما كانش قضيته على الكلام ما كانش خوية فقال لربنا سبحانه وتعالى اجعل لي وزيرة من أهلي هارون أخي وده يعني وكأن سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون نبيا معه لكي يواجه فرعون كلاهم هذا البعد السابع طلب رسمي من نبي من العزم من الرسل بأن يساعده أحد أقاربه أو أحد الناس اللي هو يعرفهم واثق فيه ده البعد السابع واجعل لي وزيرة من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كان نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى والسلام على من التبع ده البعد السابع رغبة من نبي من نبي ورسول من منهم قول العزم من الرسل البعد التامن ده بتمثل في علم لدني ربنا بيستفي ويعطيه لبعد عبادي اللي هم مش أنبياء ولا رسل علشان يكون لهم رسالة واضحة في المجتمع أو قوة خارقة توجد عند شخص ما هوش نبي ولا رسول ده تمثلت في تمثلت في قصة سيدنا الخضر عليه السلام حينما حسب موسى عليه السلام نبينا موسى عليه السلام أنه أعلم من في الأرض فأرسل له الخضر عليه السلام فقال له كأنك لنت استطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرة قال سيد دوني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا ولكن لأن العلم اللي عند سيدنا موسى ما كانش علم لدني والعلم اللي كان عند الخضر كان علم لدني فلم يستطع موسى أن يصبر على ما فعله الخضر لما خلق السفينة ثم قتل الطفل ثم بنى الجدار لقرية لم تطعم هما ولم تستقبل هما ودي علم لدني يعطى مخصوصا لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى في مهمة رسمية محددة وكأنه سفير من سفر الله سبحانه وتعالى يعلم أحد أنبيائه رسالة معينة وفي نفس البعد الثامن ده حصل هذه القصة في نفس سورة الكهف مع ذو قرنين أيضا اللي هو عطال القوة يعني فلما بلغ مغرب الشمسي بلغ مغرب الشمسي وبلغ مغرب الشمسي وبلغ الناس اللي لدينا في قولا وبعدين بنى الجدار والحاجات دي كلها إلى آخر هذه هذه القدرة القوية العلمية والجسدية واللي هي ربنا عطهاله علشان يروح مغرب الشمس في مبعد قد يكون كندا ومشرق الشمس مبعد أستراليا ونيزاندا وفيجي آيلاند وبعدين يرجع في النص في المنطقة بتاعة توصف آسيا علشان يلاقي الناس اللي لدينا يفقون شائعا في ابنهم الجدار ده عشان يمنع يأجوج ومأجوج ونأجوج العبد من عبد الله سبحان عشان يكون مهمة ومهمة معينة وربنا يقول لنا شوفوا أنا بعطي الإمكانيات دي لعباد مختصين هم ليسوا بأنبياء أو رسل لكنهم هلهم مهمة محددة والبعد هذا السامن أعطي لهم في قصة الخضر عليه السلام وقصة ذو القرنين عليه السلام أما البعد السام التاسع ده بقى للأنبياء والرسل اللي هو ربنا اصطفاهم واصطناعهم على عين من المكلفين بقيادة هذه المجتمعات ولكن بخصائص وعزائم أكثر وأقوى من التمين اللي قبل كذلك دول سيكون أشدوا الناس بلاء للأنبياء أشدوا الناس بلاء للأنبياء فلابد على قدر البلاء يكون قدر العزم عند الرسول وعند النبي ولو تمنح خصائصها البعد إلا للأنبياء ورسل ربنا اصطفاهم هم دول اللي هعملوا التغييرات المجتمعية عبر العصور والإزمان هم دول هايقوموا الحضرات وأديانهم وأفكارهم حتى انتشر ما بين المليارات من سكان الأرض زي إخواننا المسيحيين وزي إخواننا المسلمين للبعد التاسع البعد العاشر أحد الأنبياء دول ربنا حدد له مهمته مش كل نبي مهمته متسعة من مشق الأرض لا ربنا حدد له مهمته اللي هو مين اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام جي مهمة محددة ربنا رباه من أول ما ألقي أما أخواته كانوا يعني يغيرون منه وألقوه في البئر وهو سفر صغير ثم التقطه بعض السيارة ثم بيع في سوء النخاسة ثم بعد كده دخل لبيت عزيز مصر كغلام يعني خادم ثم افتتن بامرأة العزيز ثم جاءت النسوة يفتتن كلهم به ثم لما رفض الغواية ورفض اللي هو أنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى ألقي في السجن لبدع سنين يعني خدت القصة دي منه في الاختبارات والابتلاءات عليه السلام من سن الطفولة لما إلى أن أصبح رجل في الفتوة حوالي 15 يمكن تكون لعشرين سنة كان إيه بهم بقى سيدنا يوسف عليه السلام ينقذ اقتصاد أقوى دولة على وجه الأرض في نفس الوقت دولة قوية حتصاب مجاعة وقحت إلى آخري إلى آخري كانت مهمته محددة وده أحد الأنبياء المصطفين الأخيار ده البعد العاشر الذي أعطي لسيدنا يوسف بمهمة محددة مهمة محددة البعد الحداشر ده مش لكل الرسل المجموعة الخمسة والعزم من الرسل والعزم من الرسل خمسة فقط اللي هو إبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام عيسى عليه السلام موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه السلام وأولا الأنبياء هم قمة الرسل والأنبياء وأعظم وأصروا وأصروا واستكبروا استكباراً يعني ما فيش فايدة بالليل يروح لهم الصبح ويروح لهم ما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش من السماء يقيم بهم الدولة أو المجتمع الفاضل اللي هو يؤسس دولة ويؤسس حضارة ويؤسس نهضة إبراهيم عليه السلام اللي هو بيتكلم على البعد اللي هو ولكن الصرارات وبركاته وفضلاته والزلازة 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 ليست هي الأصل الوحيد وحدث تغير الاستقرار الحياة بل أن التغير السابق يتمثل في الخمسة أبعاد الأولى ليه الإيمان 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 خمسة ناس عادين جدا 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 البعد التلاتاشر ده متمثل في شخصية أبونا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام اللي هو كان ابن صانع الأصنام قعد بيتفكر بقى يخرج بالليل نعا هو بيدور على إيه بيدور على رز ولا بيدور على زوجة ولا بيدور على تجار بيدور على ربه هذا ربي هذا أكبر هذا رب يبص للنجوم ويبص للشمس ويبص للأمر ويبص 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 ربه ربه هذا فلما دخل وكان أبو صانع الأصنام للمكان اللي في الأصنام عمل بينه وبينه محوار فردوش عليه فكسرهم زي ما عافية القصة بتاع كسرهم وعلق اللي هو المطرقة في رقبة أكبر واحد فيهم ولما كانوا الناس عندهم احتفال رجعوا تاني يوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم كبر الكافر جعلوا يقول أنصروا وحرقوه حرقوه مش حرقوه بقى يعني خلوا الجلد بتاعه ينتزع على نار هديا قعدوا يجمعوا في الحطب عشان يقيموا نار عظيمة 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 ده نمرا مو بالمنغانيق في داخل النار دي فتلقفته الملائكة وربنا قاله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إبراهيم امتحن هو فتن عليه السلام ثم امتحن لما تزوج وخلف إسماعيل عليه السلام وأمر بأن يترك إسماعيل وهو رضيع مع أمه هاجر في وسط مكة رمضاء مكة ما بينه وتركها سيدة هاجر هاجر هل تقول له هذا أمر منك إن الله لن يزيعنا وطلعت مية زمزم وامتحن مرة أخرى وهو في النار زي ما احنا قلنا قبل كده وامتحن مرة ربعة بعد ما أمر أن يذبح ابن إسماعيل بعد أن بغلغ معه السعي وبعد أن بنى معه بيت الله الحرم الكعب امتحن كل هذه من تحناس فذلك ربنا وصفه زي إن إبراهيم كان أمة والأمة هنا إمام الأنبياء عليه السلام إمام الأنبياء فيه إمامة الأنبياء عليه السلام منذ أن كان فتى صغيرا ربنا كان يعده لكي يصبح إمام الأنبياء للأنبياء كلهم للبعد الثالث عشر إن إبراهيمة كان أمة قناة الله حنيفا ومياك الموسيكين البعد الرابع عشر في المهمة لأنبياء موسى عليه السلام ربنا أداله كل المعجزات وقل للمعجزات السحر وكذا 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 وخلى أخوه يروح معاه وبعدين شقله البحر وبعدين خرجوا وراحوا يعني كل شيء كل شيء لكن ما قدرش يقيم مجتمع ولا سيدنا أبراهيم قدر يقيم مجتمع سيدنا أبراهيم بعثته أو كان إماما للأنبياء موسى كان مفروض ينجي بني إسرائيل عشان يوصلوا للمكان اللي هم خرجوا منه مع سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب فيما قبل لكنهم لما عصوا ربنا سبحانه وتعالى أكثر من مرة وعبدوا العجل ربنا جعلهم يتيهون في صحراء سيناء لمدة أربعين سنة لكي يذهب هذا الجيل السيء الذي كان متكبر وكان يعصى الله سبحانه وتعالى ده البعد الرابع عشر لمتمثل في شخصية سيدنا موسى عليه السلام اللي لم يستطع أيضا أن يقيم المجتمع أو الدولة التي تقيم الحضارة وتقيم اللي هو النهضة المرجوة منه كأحد أولي العزم ابن الرسل البعد الخامس عشر قعدت سيدنا عيسى عليه السلام كان في خلق معجزة وفي حياة معجزة وفي موت معجزة وكان كل حياة معجزات حتى فتتم به الناس وقالوا أنه ابن الله وقالوا السيدة مريم أم الإله إلى آخر لكنه كانت بعثته محددة بإنقاذ خراف بني إسرائيل أضل فما استطاعش أن يقيم المجتمع اللي هنتكلم عنه أو الدولة لتستطيع أن تنشي حضارة ونهضة إلى آخر البعد السادس عشر ده تميز به المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا كل الرسول كان عندهم كتب سماوية زي الإنجير والطورة والزبور إلى آخره الرسول السلام كان عنده الكتاب المعجز اللي هو القرآن القرآن الكريم لكن استطاع الرسول سبحانه أنه ينشي مجتمع يربي كوكبة من الرجال والنساء تقيم دولة حتى هو لم يرى نجاح هذه الدولة في حياته لكنها أسست بعد ما ماته بعد ما انتهت حروب الردة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة وبعد ما سيدنا عمر رجلنا عنه أقام الدووين في كل مكان في المدينة وتسعت رقعة هذه الدولة إلى أن أنشأت مجتمع وحضارة ونهضة امتدت ثمار قطوفها القطوف ثمارها إلى أكثر من ألف سنة وهي ما زالنا إلى الآن نقطف هذه الثمار هو ده النبي الوحيد أو الرسول الوحيد الذي استطاع استطاع أن يبني مجتمع يبني رجال قادة ونساء يبني دولة وبعدين يبني حضارة وأمة وتاريخ ومجد إلى آخر وده البعد السادس عشر الذي أعطي خصيصا للنبي الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم فما نمشي في داخل هذه الأبعاد المختلفة نجد أن داخل النفس البشرية يعني أغوار كثيرة جدا 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 علينا أن نتكشفها ونكتشفها نتكشفها ونكتشفها فالناظر إلى رسالة ومهام أولي العزم من الرسل الخمسة يجد أن الرسول الوحيد الذي استطاع بناء مجتمع لإقامة أركان الدولة العادلة الحديثة والتي فيما بعد استطاعت إقامة حضارة وبناء نهضة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم دونا عن باقي إخوانه من أولي العزم من الرسل صلى الله عليك يا سعيد يا رسول الله البعد السبع عشر ده بقى بعد جميل جدا بيتمثل في أن ربنا خلق الجنة دينا كلنا للناس اللي في البعد الأول والناس اللي في البعد السبع عشر كل الناس كل الناس كل الناس بيستثناء ويتمثل في خلق الجنة لدي خلقها الخلق لمن أرادوا أرادوا منا أن يتصوروا أنفسهم فيها في داخل الجنة متمتعين بنعيمها الذي مرأته عينا ولا سمعته أذنا ولا خطر على بال أحد ولا خطر على بال أحد عن أبو شرد الرعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعباد يا الصالحين اللهم اجعلكم جميعا من عباده الصالحين وإمائه الصالحات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر متفق عليه ويعتد الله هذا البعد التصوري لأبناء البشرية كافة لكي يحثم على الجد والابتهاد لعبادة الله سبحانه وتعالى الخالق الحق للحياة واتباع من هجه القويم سبحانه وتعالى وده بعد عام ألا أن صلاحة الله غالية ألا أن صلاحة الله غالية ألا أن صلاحة الله الجنة إن الأبعاد الستة الأولى تعطى لمن بحثوا عنها لمن أرادوا أن يكتشفوها وأخلاصه النية في استعمالها لخدمة الإنسانية كأفراد بشر عديد زي وزيكم أما البعد السابع والثامن في الأول اللي هو كان رغبة سيدنا موسى على أنه يجعل أخوه هارون نبياً معه يساعده والثاني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لأحد عباد الصالحين اللي هو الخضر وذي القرنين في سوعة علمه لدني لا يعرفه أحد غيره حتى أول عزمه من الرسل موسى ما كانت شيء يعرفه وذلك في حالة الخضر عليه السلام أو في علم معرفي وقوة خارقة لقيام بمهمة محددة وذلك في حالة ذي القرنين عليه السلام أما الأبعاد من التاسع إلى الستاشر للكل الأنبياء فمنحها الله لما اصطفاهم من خلقية بعد أن اصطنعهم على عيني اصطنعتك على عيني للقيام بهذه المهام المختلفة التي حملهم مسؤولية القيام بها ولكن البعد السابع عشر كما قلت أعطاه الله للجميع ولم يحرم منه أحد وخاصة للمجموعة الأولى هذه التمثل للأبعاد الستة الأولى لكي يرغب الجميع بالفوز بجنة نعرضها السماوات والأرض والتي قد أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين في سؤال كده سأله لي واحد من الشباب كانتوا مش متوقعوا أنا عادين في جالسة كده بتكلم أنا منشكح كده ومصاهل ومسلطن قال لي ايه؟ قال لي يعني يعني في نفسه سؤال محرق وغير متوقع قال لي هو كان متخص في الهندسيات البعدية قدام الناس كلها قال لي يعني اللي بتتكلم عنه ده ما هوش أبعاد دي درجات دي درجات السلال اللي متطلع سلمها في الدور الأول في الدور الثاني في الدور الثالث لغاية متطلع من الدور الأول للدور العاشر فربنا ألهمني بالإجابة بتقوله حتى ولو كانت هنا درجة زي ما أنت بتقول فلكل درجة لابد يكون لها بعد ومدار تكون دخلة فيه ما ينفعش حط درجة لنكون لها أبعاد مختلفة ومدارات مختلفة فاقتنع الأخر المتخصص ده ووافق على إجابتي والحمد لله ربنا الجاني من الحرج رسالتي للشباب قد استعرضنا سويا للأبعاد الهندسية للأشياء وهي تحددت حاليا بأربعة أبعاد ولاست أبعاد اللي هو الطول والعرض والاتفاعل ذا قد يتبعد الزمن أما الأبعاد الستة عشر الأخرى أو غلاها فهي لي نحن بشر المؤشرات في حياتنا خطن ثابتة في مسارات نجاحتنا إشعاعات شمسية في السماء وجودنا أقمار مديئة في باهيم ليلنا ونجوم مرشدة في مسالك سابلين دي إحنا اللي حنصنعها مع بعض سويا فمن الممكن أن نتملك الأربع أبعاد الأولى المؤهلين لنا لقياة المجتمعات وأحداث الإصلاح الذي يتخبه أبناء هذه المجتمعات ممكن سهلة جدا وكل الأسماء لنا ذكرتها ما هيش أسماء خارقهم لأنهم آمنوا بدنهم وبربهم وبمجتمعهم فاستطاعوا النوم في حياتهم أو بعض النوماتهم أنهم يعملوا التخيير أما البعد الثالث فأنا فيه الخيار اللي هو البعد بتاع العارفين بالله وأن كان الله قد أعطاه لبعض عبادهم في أن نرتقي فيه بأنفسنا إلى درجة العارفين بالله الذين تتكشف لهم الفتوحات الربانية في كل حين إن أخلصوا العلاقة والنية بينهم بالربان من جهة وبنهم المجتمع في من جهة أخر وهذا ما حدث على مر التاريخ وفي أماكن مختلفة مع هذه الكويكبات البشرية صنعت القواعد الأخلاقية المجتمعية لأبناء مجتمعاتنا يعني إحنا بنقول لإخواننا الصوفيين عادي أنتم بعرفين بالله العملية علاقة شخصية داخلية بينكم وبين صاحب البرية أو خالق البرية ما هواش تقوس ما هواش ترطير ما هواش ملابس ما هواش أغاني ما هواش مظاهرات ما هواش ألوان مختلفة لا دي علاقة على أن تكون أنت عارف بالله وتأتيك الفتوحات والكشفات الربانية لابد أن يقبلك الله ليعرفك به ومنهم العباد المتنسكين العلماء العارفين المجاهدين الصبرين الصادقين القانتين الصائمين القائمين المتصدقين الخاشعين السابحين في ملكوت السماوات والمرشدين لعباد الله الزهاد الموسرين المحاربين للفساد والمفسدين المزيلين لغويات الضلال المبين من أقاموا الحق والدين من كانت رغبتهم القربة من المصطفى الأمين ليس خوفا من عذاب جهنم أو حبا في نعيم جنات عرضية السماوات الأرض وعدة المتقين بل التمتع بحسن النظر إلى وجه الله الكريم دول هم دول العارفين بالله مش تراتير ولبس وتنطيد ورأس لا 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 في العجالة دي ذكرتلكم أنا 23 خاصية يا شباب في البعد السادس إن أردت أن تكون أحد العارفين بالله تكاد تصبحون منهم هؤلاء نساء أو رجالا فيفتح الله عليكم فتوحات من كشفتي تجعلكم تعيشون في جنة الخلود فوق أرض المعبول تجعلكم تعيشون في جنة الخلود فوق أرض المعبول فإن أنتم يا شباب مستعدون لاكتساب خصائص شخصية البعد السادس بعد العارفين بالله أم ستكتفون بأن تسبحوا أو تسيحوا بين البعد الأول والتاني أو التاني والتات أو التات والرابع أنتم عايزين إيه بالضبط لا سؤال إلا أنا بسألكم عايزين إيه أنا بكلم كتير لكن لازم أنتم تقولوا أنتم عايزين تعملوا إيه إن الأرادة جزء من المشيئة الربانية إن كنا صادقين ما تشاءونا إلا أن أشاء الله لنكن مخلصين مع أنفسنا ومع رب العالمين في نفس الوقت فإن أحبكم الله كان سمعكم الذي تسمعون به وبصلكم الذي تبصرون به وأيديكم التي تبطشون بها وأرجلكم التي تمشون بها ولئن سألتموه أعطاكم ولئن استعدتموه أعذكم خلاص العلاقة كده هيحس أنكم عبيده حقا هيجعل هذا لكم في الدنيا قبل الآخرة لقد حدد الله سبحانه وتعالى هذه الإرادة حدد هذه الإرادة في غلام سورة البروج فتية سورة الكهف مع شطة ابنة فرعون مؤمن سورة ياسين مؤمن آل فرعون وصحة فرعون واضحة قدامنا واضحة قدامنا وكلهم ما كنونش أنبياء فتية وغلمان ونساء وصحرة فهم ناس من البشر الذين أمنوا بربهم وقضايا مجتمعاتين فرفعهم الله سبحانه وتعالى إلى خدمة هذه المجتمعات من منظور القيادة الرشيدة وذلك بغض النظر عن العرق والثقافة والتاريخ واللغة والموقع الجغرافي قلبك قلبك نيتك ضميرك ضميرك إلى آخره ولم يحلم الله سبحانه وتعالى مع ذلك الذي لا يظلم بين يديه أحد حتى من كفروا به فأعطاهم في الدنيا حقهم وأكثر فأعطاهم في الدنيا حتى من كفروا بدينه وقتلوا أنبياءه وناصره العداء وناصبوه العداء فلم يسلب منهم حقوقهم في الدنيا أبدا أعطاها لهم وده اللي بيخلي بعض المسلمين من المصرافين يفتتنوا يقولوا شوفوا دول كذا 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 وإحنا كذا 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 لا ربنا مش هعرمهم في الدنيا فلم يسلب منهم حقوقهم في الدنيا لفساد عقائدهم هذه وأما حساب الآخرة فبينهم وبين الله سبحانه وتعالى عجل لهم نصيبهم في الدنيا خلاص أما الآخرة فبينهم وبين الله سبحانه وتعالى على ما فعلوه في الدنيا السؤال قبل أخير أيها الشباب السؤال قبل أخير يقول إيه هو بقى سؤال كذا طوله عايز ألغبي مش غبي إلى أين الوجه احنا رحين فين تعالين تروحوا فين عايزين تروحوا فين عايزين نروح فين هل أخلصنا النية هل أخدنا العزم عايزين نروح فين قاعدين نتفرق على كورة ونتفرق على تيك توك ونتفرق على مسلسلات وكذا 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 إلى آخر إلى آخر لا ما عنا نشوف فكان إعلام بيوزر لنا فقط الصورة السيئة للشباب وأنا أؤمن كتير جدا أن فين شباب أعظم من جيل الصحابة إن شاء الله إلى أين الوجه هل أخلصنا النية هل أعقدنا العزم هل سنتواكل أم إننا قد توكلنا على الله التواكل خلاص بقى عايز في البيت مريح نفسك ومتعملش عاجة وتبقى زي الإنسان البيولوجي أو زي المرأة البيولوجية أخبرك هل توكلنا على الله وعرفنا حق المعرفة اللي كان نصبح من درجة العارفين بالله وفي نفس الوقت المجاهدين في إحداث التغيير المجتمع المنشود نتنم مع بعض نتنم مع بعض أما سؤال الأخير لكم أو زي تحدي آخر إذا كنت أنا تكلمت عن 17 بعد اجتهد ممكن أن يكون مختئ ما فيش مشكلة هل ستكتشفون الأبعاد العشرة التالية عشان تغيبوه 27 بعد قبل مجيء عام 2032 دي أي وقت أول تحدي هل ستفعلون في هذا العالم الفسيح ثورة اجتماعية ثورة اجتماعية يعجب بها الخالق سبحانه وتعالى دي ما الشباب الحداشر اللي عملوا السوشال ميديا اللي الفيسبوك والتويتر والإنستجرام والتيك توك والحاجات دي كلها هل ستحدثون ثورة اجتماعية يعجبوا بها الخالق سبحانه وتعالى كثورة التواصل اجتماعي التي أحدثها 11 من الشباب من قبل 20 عاما أم ستصنعون إعجازات وإنجازات علمية مجتمعية أخرى يابد تعملوا حاجة ننفعش نوعه كده أم ستصنعون إعجازات وإنجازات علمية مجتمعية أخرى تنشئ لنا النهضات والحضرات الإنسانية البديعة والقائمة على القيم والأخلاقيات للرسل والأنبياء والأديان السموية قيم وأخلاقيات الرسل والأنبياء والرسلات السموية ده التحدي أنا مش هسبكم أن يكون لنا مسيرة مجتمعية لإحداث نهضة وحضارة نستطيع من خلالها نرجع القيم والأخلاقيات التي أتى بها الرسل ومرة أخرى إلى المجتمعات التي تاهت في غيها بالزمن أشكر أشكركم وأشكر الأخت آية أبو زينب وألتقي بكم باللغة الإنجليزية يوم الجمعة الساعة السادسة مساء إن شاء الله كونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلي بالكم من الكوفيد أو الكورونا لأن الكورونا في بعض البلدان بدون ذكر أسماء عشان ما بأشتخ التعليق السياسي ما زالت تأتي فيها أجيال أو أطوار مختلفة وتعاند وتكابر بعض الحكومات في عدم الإعلان عن موجود كورونا في مجتمعات كورونا ليست تسار لما اتكلمت معكم لكم أنا فقدت اتنين من أعز الأقارب ليا بنت خالي رح مطلع عليها وبنت عمي رح مطلع عليها في الأشهر القليلة الماضية وبعض الشباب من لنا أصدقائي بردك من إخواني وأخواتي في أماكن أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته